اشتركوا في القناة يلتحق أنس زروري لاعب بيرنلي الإنجليزي غدا بالمنتخب المغربي بالشارقة على هامش المباراة الودية التي ستجمع المنتخب المغربي أمام جورجيا بالشارقة بعدما تواجد مؤخرا بالإمارات العربية المتحدة وأفهد مسؤول جامعي في حديثه للمنتخب اليوم الأربعاء أن الزروري سيكون هو معوض أمين حارث الذي تعرض مؤخرا للتواء في الركبة في انتظار أن يظهر اللعب وتعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن ذلك بصفة رسمية ويذكر أن الزروري يعتبر من أبرز المحترفين المغاربة حاليا في إنجلترا حيث ينافس على بطاقة الصعود للبريمير ليج في الوقت الذي بتسمى له الحظ ليكون ضمن الجيل الذي سيتشرف بحمل قميص المنتخب المغربي في كأس العالم بقطر ترجمة نانسي قنقر